ضمن خاص الحدث نفتح ملف حزب الله تحت عنوان دويلة الفساد والتي تبدأ بالعسكرة وتحولت ميليشيوية وأدت إلى تحليل الدولة داخل الدويلة لتصبح الأولى المتحكمة الأساس بالثانية في هذا الجزء الأول نتطرق إلى الاقتصاد الموازي الذي أمعنا في نسف الاقتصاد الرسمي وكان سببا أساسيا في الأزمة اللبنانية مباشرة أو عبر وكلا أفاسدين غطاهم حزب الله لم يكن حزب الله يوما ومنذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي متفرغا فقط للأعمال العسكرية تحت راية قتال إسرائيل فالحزب الميليشيا وبعدما انسحبت إسرائيل عام 2000 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 425 سيكشف عن دويلته غير العسكرية التي بناها مدماكا تلو الآخر مستفيدا من اقتصاده الخاص اقتصاد يبدأ بتمويل خارجي ولا ينتهي بتجارة مخدرات الكابتاجون وطبيض الأموال أكتوبر 2019 أموال الموديعين اللبنانيين في المصارف تتبخر انهيار مالي كبير يدمر حياتهم واضعا 80% منهم تحت خط الفقر سقطت العملة المحلية وشحت العملة الخضراء لكن الحزب الميليشيا وعبر مؤسسته الخاصة أو بنكه كما يسميه البعض القرد الحسن احتكر تلك العملات ورح يمنح القروض للمحسوبين عليه الحزب الميليشيا استغل تلك الأزمة ليزرع مناطق صرفين يعملون شركاء بين شركة سي تاكس للصيرفة تابعة له وبين مصرف لبنان وتلك الشركة المدرجة على لائحة العقوبات سجلت في السجل التجاري بعد شهرين من إنشاء مصرف لبنان منصة صيرفة التي تتولى عملية بيع وشراء العمولات الأجنبية النقدية وبدأ الحزب يؤثر بشكل كبير في تلك العمليات المالية لسيما أن شقيقة أحد كبار الصرفين هو عضو في الوحدة 104 في الحزب نفسه ومن القرد الحسن وشركة سي تاكس ننتقل إلى عالم غسل الأموال وهو عالم يعتمد عليه الحزب كمصدر أساسيا في التمويل المصادر في هذا المدمار تتعدد استيراد الفيول، تهريبه، تصدير المخدرات وتحديداً الكابتاجون، الإتجار بالعقارات الإتجار بالقطع الأثرية والفنية والألماس في أذربيجان ونيجيريا وجنوب أمريكا ويسمر عمل الحزب في عمليات الغسل عبر القرد الحسن وسابقاً عبر مصرف جمال ترست بانك الذي أقفل بسبب العقوبات وتبقى قضية مرفأ بيروت التي تؤكد سيطرة الحزب على مفاصل الدولة وبناء اقتصاده الرديف ففي تلك المؤسسة الرسمية يبسط الحزب سيطرته الأمنية وفيها خزن مادة نيترات الأمونيوم منذ عام 2012 وهنا يؤكد غير مصدر أن ثمت خط عسكري مخصص لما يسمى بالمقاومة حيث تمر بضائع الحزب من دون أي حسيب أو رقيب موسيقى ترجمة نانسي قنقر نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي حنة صالح أستاذ حنة مساء الخير أهلاً بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث وأهلاً بك معنا في مناقشة خاص الحدث هذا المساء يعني الاقتصاد الأسود أعتقد هذا مصطلع حضرتك كنت من الأوائل الذين تكلموا فيه أو ما نعرفه بالاقتصاد البديل فعلياً إلى أي مدى نتحدث عن اقتصاد حجمه كبير قادر على تهديد الاقتصاد الداخلي الذي هو بمرحلة صعبة أكيد الاقتصاد الأسود موجود قبل وجود ميليشي حزب الله هو ناجم عن التهريب ناجم عن التهرب الضريبي ناجم عن حسابات متوازية لأكثر الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى التي لم تكن تصرح إلا بالقليل عن أعمالها وهو بأي حال سجل رقماً كبيراً لكن للتدقيق حزب الله أنشأ الاقتصاد الموازي من ضمن الاقتصاد الأسود وبدأ هذا الاقتصاد بالبروز ما بعد الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005 وتحديداً بعد احتلال بيروت بدأ في سبع أيار 2008 بدأ يطل بقوة سبع أيار عنصر التهريب كان العنصر الأساسي في تكوين الاقتصاد الموازي لحزب الله وعنصر غسل الأموال هو عنصر أساسي أيضاً غسل الأموال أدى لفضيحة كبرى في شهر تموز من العام 2011 عندما اتهمت الخزانة الأميركية البنك اللبناني الكندي وكان من ضمن البنوك العشرة الأول في لبنان من حيث الودائع بأنه أداة غسل الأموال لحزب الله ما اضطر مصر في لبنان إلى التدخل سريعاً وتصفية البنك وشط به من لائحة البنوك اللبنانية قيل يومها أن حزب الله يقوم بغسل أموال تبلغ 100 مليون دولار كل شهر أي أكثر من مليار و 200 مليون دولار كل شهر البنك اللبناني الكندي وكان ترتيبه السادس على لائحة المصارف اللبنانية هو حالة كبيرة جداً قياساً على جمال تراست بنك مثلاً أو بعض الشركات تبديل الأموال إلى آخره أي أنه عندما فضح في العام 2011 كانت عمليات التهريب الكبرى وغسل الأموال قد بدأت قبل ذلك ورافقت مخطط حزب الله الذي بدأ بوضع اليد على أثغور المطار والمرفأ والحدود البرية نعم نعرف أن ما سبق السابع من أيار هو محاولة الحد من تأثير ودور حزب الله الذي لم يكن معروفاً للعامة في مطار بيروت الدولي عندما تخذ قرار بتغيير مسؤول كبير في المطار فرفض حزب الله وكان مكان من احتلال بيروت إلى آخره طبعاً حزب الله لديه حكومة واضحة وهي يترأسها رئيس المجلس التنفيذي صفي الدين لديه إلى جانب الميليشيا مؤسسات واسعة نعم بظن أن النمو المالي لحزب الله كان يتم عبر التوافقات مع القطاع المصرفي الذي تبين لنا اليوم وتبين قبل فترة أنه منخرط في أكبر عملية فساد عرفها لبنان بس اليوم كيف يمكن الرابط استيس حنة بين حاكم مصرف لبنان أو النظام المصرف اللبناني الموجود تحديداً الجهة الرسمية اللبنانية وبين حزب الله خاصة بظل اليوم ضغوط قصوة تمارس على رياض سلامة حاكم المصرف بهذه المرحلة خارجية وداخلية مثلاً اليوم قال البنك الدولي أن الأرباح المتأتية وهي غير شرعية عن منصة صيرفة تفوق 2 مليار ونص لمن ذهبت هذه الأرباح وعمليات الإسراء غير المشروع لقد ذهبت للقوى النافذة وأبرز النافذين هو حزب الله قبل فترة قصيرة اتخذ رياض سلامي قراراً اسمه أصدر تعميماً اسمه التعميم 165 الذي يتيح استخدام الكاش علناً يعني يأتي مواطن حامل شنطة مصاري إلى أي مصرف يفتح بها بنك دون السؤال عن مصدر هذه الأموال نعم هذا القرار يدمر ما بقي من الاقتصاد اللبناني ويضع لبنان على اللائحة الرمادية ويتيح لحزب الله علانية غسل كل الأموال المتأتية من عمليات غير مشروعة تتم وراء البحار من عمليات تهريب وغيرها نعم بأي حال كل عمليات التهريب التي كانت تتم من لبنان ويقول رياض سلامي في مؤتمر صحفي في العام 2019 أن عمليات التهريب كانت تستهلك نحو 5 مليار دولار هذه العمليات بالأرباح الكثيرة التي نجمت عنها ذهب قسم لكرتلات الاحتكار القسم الثاني ذهب لميليشيا حزب الله والقسم الثالث ذهب لميليشيا النظام السوري وتحديدا الفرق الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وهي تسيطر على الحدود اللبنانية السورية من الجانب السوري بس بالعودة إلى موضوع الاقتصاد للأسد أو الاقتصاد الموزن بدأك تسمح ليس ألك هذا السؤال يعني كان حزب الله يعمل بشكل غير مرئي كما قلت حضرتك قبل 2008 ظهر النفوذ الحقيقي والواضح بعد 2008 وأيضا بدأ حزب الله يدخل بالحياة السياسية من الواجهة الأمامية بوقت أنه كان يحاول أن يكون بالحكم من الخلف بالكواليس اليوم الاقتصاد اللبناني انهار ويستمر بالانهيار كم يستفيد حزب الله من هذا الانهيار إذا هو قام خلال السنوات العشر الماضية برابط نفسه بالدولة على عكس ما كان يفعل بأوقات سابقة عبر فصل نفسه عن الدولة حزب الله موجود في السلطة منذ امتخابات 92 وحصصه محفوظة في السلطة وإن كانت غير مرئية لكنه بعد 2005 أخذ حجمه ومكانه في السلطة الإجرائية ليس في المجلس النيابي فقط وهو شريك في كل الحكومات التي شكلت منذ العام 2005 حتى اليوم لا بل أنه بعد العام 2011 هو وحده من شكل الحكومات التي لم تتخذ في موازاناتها أي إجراء إن لضبط المرفأ وحزب الله هو الممسك بالأرصفة والعنابر ولم تتخذ أي إجراء في مطار بيروت الدولة أما الحدود فما تركها له بالكامل عمليا الاقتصاد الموازي تم بغطاء من القوى السياسية التي غطت اختطاف حزب الله للدولة واحتكاره للقرار ليس العسكري بل القرار السياسي والقرار الاقتصادي لا يمكن للبنان أن يتخذ قرار سياسي إلا وفق ملاقات حزب الله وهذا أمر معروف وخصوصا بعد العام 2011 أكثر من ذلك منذ العام 2009 منذ تلك الحكومة التي حكومت كل لبنان وكلنا تحت سما لبنان فشكل حزب الله الحكومة التي أطاحت الأغلبية ورئيس الأغلبية النيابية في حينه بوقتها سيد حنم اليوم يحاول لبنان مش لبنان الرسمي ولكن في محاولات للخروج من هذه الأزمة كان في حديث عن الامف كان في حديث عن ربما مساعدات تأتي من الدول نتذكر سادر واحد سادر اثنين وغيرها ولكن أي دولة أو أي جهة اليوم رسمية سوف تدعم بلد فيه اقتصادين وليس اقتصاد واحد والاقتصادين عليهم علامة استفهام كان الحديث عن التعاون مع صندوق النقد الدولي حديث كاذب لذر الرمادي بالعيون لقد لعب رياض سلامي دور واضح مع نبيه ذري مع حزب الله بتنبيههم إلى أن شروط البنك الدولي صندوق النقد تعني وضع اليد مباشرة على الحدود وامساكها من جانب القوى اللبنانية الشرعية وأكثر من ذلك أن صندوق النقد يريد الإشراف المباشر على عمل وزارة المالية أي أن كل قتال نبيه بري للنقص استئساري بالمالية وبدعة التوقيع الثالث كان كلها سيتم الإطاح بها لقد مر أكثر من عام على التوقيع الأولي مع صندوق النقد على مستوى الموظفين ونحن ما زلنا قبل هذا التوقيع ومنذ توقيع مع صندوق النقد إلى اليوم ازدادت خسائر مصرف لبنان أكثر من 12 مليار دولار إنهم لا يمكن أن يذهبوا إلى اتفاق مع صندوق النقد إن حزب الله يستثمر بهذا الانهيار والطبقة السياسية الفاسدة لا يمكن أن تذهب إلى أي إصلاح اقتصادي لأنه سيمص مصالحها والفضيحة اليوم أنه أي جهة في العالم يمكن أن تخابر مصرف لبنان وحاكم المصرف المركزي فار من العدالة هناك مذكرة توقيف دولية بحقه وبتهم جنائية اختلاس الأموال وتبيض الأموال بأي حال هيئة القضايا في وزارة العدل عندما ادعت على رياض سليمي وطلبت توقيفه وحز أمواله طلبت إحالته إلى محكمة الجنايات هناك جناية كبرى مسؤول عنها رياض سليمي لكنه الزراع القذرة إن صح التعبير لطبقة سياسية نهبت كل الأموال أريد أن أذكر بمسألة صغيرة قبل فترة قصيرة قدم نجيب مئاتي إلى المجلس النيابي الورقة الحكومية من أجل مناقشة خطة التعافي في هذه الورقة يقول بالحرف أن مد اليد على الودائع بدأ في العام 2011 أي مع حكومة نجيب مئاتي عندما بدأت تسجل عزا في ميزان المدفوعات العز التراكمي في ميزان المدفوعات بين 11 و 18 بلغ 25 مليار دولار سدده رياض سليمي من ودائع اللبنانيين أكثر من ذلك كل السياسات التي اتبعت على مدى 26 سنة كلفت وفق نفس الورقة وما قاله نجيب مئاتي كلف تثبيت سعر الصرف 35 مليار وفرق الفوائد كان يستدين بـ 14% و15% ويدين بـ 4% و3% فرق الفوائد 20 مليار هناك 55 مليار مقابل تثبيت سعر الصرف أما بيريس واحد بيريس 2 بيريس 3 فما كانت إلا للتعويض على المصارف التي تم إفلاسها في أي حال في العام 2001 وعا بيريس انعقاد مؤتمر بيريس وكان مرشح الرئاسي اليوم جهاد أزعور لولب في ذلك المؤتمر فوجئ الرئيس الفرنسي جاك شيراك بأن مؤتمر بيريس سيؤمن للبنان بفائدة أقل من 1% في حين المصرف المركزي يدفع 13 و14% فكانت بدعة رياض سلامي التي قدمها للحريري وشيراك أنه سيتم الطلب من المصارف اللبنانية أن تكتتب بأربع مليارات دولار بدون فائدة لأربع سنوات وفي نفس اللحظة أنشأ شركة فوري التي بدأت بين 2001 و2005 تنظم عمليات السندات عبر مصر في بلان مقابل عمولة تقول فرنسا أنها 330 مليون دولار تم سرقتها من المقابل العام لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر